من ثمانية إلى عشر بالمئة هي نسبة حالات الإصابة بداء الكيس المائي من أصل مائة ألف نسمة في الجزائر عدوى طفيلية مزمنة تنتشر في مناطق عديدة لتربية المواشي، الأبقار وحتى الكلاب لم تكن حقاилли قرام stepped out, لماذا؟ We don't make any declarations obligatory This is one of the points why we call it the Secretary of Health is about to make a statement of the obligatory and is to give a post-absence for this death It's very important and we know approximately between ten percent of 18 and onevin to one thousand This is lot ونظراً للأرقام المخيفة التي تسجلها مصالحنا الاستشفائية أصبح من الضروري إنتاج الأدوية الخاصة لهذا المرض بالجزائر وهو ما أكده الخبراء الأجانب هذه الأرض هي نظرة المخيفة التي تسجلها مخيفة التي تسجلها مخيفة في المخيفة التي تسجلها مخيفة في الجزائر بعد ذلك يقعد بقايا من هذا الكيس المائي في الجسم وتعود يرجع للمرض ويعود لجراحة ونقعد في هذه الدوامة الخبيثة الآن إن شاء الله مع وزارة الصحة لشركة الجزائية ستنتج هذه الدوامة وما يكون لدينا مشكلة مرض معدي يجهل أغلب المواطنون خطورته وتكلفة علاجه تكلف الدولة ملايير الدولارات فخير سبيل لتجنب مخاطر الكيس المائي هو أخذ الحيطة ونشر التوعية